تعيد أوروبا على ما يبدو ترتيب أوراقها في إفريقيا فبعد أيام من إنهاء مهمة قوة برخان العسكرية في المنطقة يستعد الاتحاد الأوروبي لإطلاق بعثة عسكرية جديدة إلى النيجر وبحسب مصادر أوروبية يخطط الاتحاد الأوروبي لتشكيل ما يصف بمهمة شراكة عسكرية للمساعدة في تعزيز قوات النيجر في مواجهة الجماعة المسلحة المهمة التي يتوقع انطلاقها في الأشهر الأولى من العام المقبل ستتمثل في إقامة مركز للمساعدة في تدريب قوات النيجر على مسائل الصيانة والأمور اللوجستية كما ستشمل المهمة أيضا تدريبا متخصصا في مجالات مثل المتفجرات ليدوية الصنع وقد يوفر دعما لعمليات التواصل والقيادة للجيش في النيجر وما زال نحو ثلاثة آلاف جندي فرنسي منتشرين في منطقة الساحل من بينهم نحو ألف وسبعمائة في النيجر وكان لدى الاتحاد الأوروبي بعثة تدريب مدنية قائمة منذ عقد لدعم الشرطة وأجهزة الأمن في البلاد واعتبرت المصادر التي كشفت عن المبادرة أن الاتحاد الأوروبي أخذ دروسا من تجربته السابقة في مالي ولهذا السبب لا يريد مهمة تدريب واسعة النطاق في النيجر ويعيد الاتحاد الأوروبي نظر في وجوده وفق مراقبين في منطقة الساحل بعد صحب جزء من أفراد بعثته التدريبية العسكرية في مالي ردا على نشر عناصر من مجموعة فاغنر الروسية في هذا البلد بطلب من المجلس العسكري وكان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون أكد اعتماد استراتيجية عسكرية جديدة في إفريقيا في غضون ستة أشهر بعد مشاورات أجرتها باريس مع شركائها في القارة مؤكدا في الوقت ذاته إنهاء مهمة قوة برخان لمكافحة المتشددين في إفريقيا وتواجه النيجر الدولة الأفقر في العالم بحسب مؤشر تنمية للأمم المتحدة أعمال عنف في أجزاء عدة من البلاد